تتصاعد في العراق حدة التوتر الأمني بعد احتحام قوات من الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء عقب اعتقال أحد قياديها البارزين على خلفية اتهامه باغتيال نشطاء توتر دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إصدار بيان وصف فيه قيام مجموعات مسلحة بدخول المنطقة الخضراء بأنه انتهاك خطير للدستور مطالبا بالتحقيق في الحادث ومؤكدا في الوقت ذاته محاسبة كل من تورط في عمليات اغتيال النشطاء وتقديمهم للعدالة ومع تعقد المشهد في العراق أعلنت الرئاسات الثلاث عقد اجتماعا لبحث تداعيات اقتحام الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء فإلى أين تصل المواجهة وإلى أي مدى قد يتأزم المشهد؟ اعتقال والقيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح يثير مواجهة بين الحكومة العراقية وقوات الحشد وفيما تم تداول أنباء عن تسليم مصلح لأمن الحشد أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن مصلح لا يزال في عهدة العمليات المشتركة وكانت قيادات الحشد الشعبي قد تحركت في بغداد احتجاجا على اعتقال مصلح وطالب رئيس هيئة الحشد فالح الفياض وزعيم اتلاف الفتح هاد العامري بتسليمه لأمن الحشد لإكمال الإجراءات القضائية معه وتمت عملية اعتقال مصلح وفق المدى الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بتهمة اغتياله للناشط إيهاب الوزني وقبلها الناشط فاهم أطائي وأكد مصدر أمني أن عملية الاعتقال لم تستهدف جهة عسكرية أو أمنية لكن بعد فترة من اعتقاله انتشر المسلح الحشد الشعبي أمام بوابة القصر الجمهوري في بغداد وحاولوا اقتحام المنطقة الخضراء اعتراضا على اعتقاله تصرف لم يلقى قبولا لدى رئيس الحكومة العراقية مصطفى القاظمي إذ أصدر بيانا انتقد فيها المظاهر المسلحة معتبرا ذلك انتهاكا خطيرا للدستور العراقية موجها في الوقت نفسه بفتح تحقيق فوري في هذه التحركات وفق القانون كما أن الأمم المتحدة انتقدت المظاهرات المسلحة وطلبت باحترام مؤسسات الدولة في جميع الأوقات معتبرة أنه لا أحد فوق القانون وتشكل هذه التطورات أولى تصادم حقاقي وفعلية بين الحكومة العراقية وهيئة الحجد الشعبي نرحب بضيفين من عمان رئيس مركز كلوازا للدراسات باسل حسين ومن بغداد الكاتب والباحث السياسي واء الاركابي أهلا بكما أبدأ معك سيد واء الاركابي تصعيد يعني كان العراق في غناء عنه في ظل الأحداث الأخيرة ما المستوى الذي يمكن أن تصل إليه الأمور بين الحشد الشعبي والحكومة سيد الاركابي على خلفية ما حدث لقاسم مصلح بدا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك سيد فضيلة ولضيفك ومشاهديكم الكرام نعم فعلا يعني كنا في وقت يعني لا نحتاج إلى هكذا أزمة لو كان السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد الكاظمي لم يبدأ بخطوة استفزازية يستطيع من خلالها أن يستفز مشاعر هؤلاء القادة لأنه عملية السياق القانوني المتعارف عليه في هكذا عمليات القاء قبض على أحد منتسبي الدفاع أو الداخلية أو مكافحة الإرهاب أو الحجد الشعبي يتم من خلال الجهة أو المؤسسة التي ينتسب إليها فقط وبالتالي هو تحرك عكس هذا السياق القانوني بالإضافة إلى هذا لم يقتصر عملية مخالفته لهذا السياق بل لجأ إلى إقحام قوة أمريكية مع المجموعة العراقية في عملية الاعتقال ولم يكتفي بالحد عند هذا بل تم تسليمه من خلال تسريبات مؤكدة تم تسليمه إلى لجنة أمريكية كانت قد حققت معه مباشرة هذا الذي استفز الحجد الشعبي وقادته بأنه هل الشكوى هي مقدمة من قبل الأمريكان على هذا الشخص؟ هل مصلح الأمريكان عليه علامة استفهام؟ بالتالي كانت الحركة بداية من السيد الكاظمي الذي كان يفترض أن يتعاطى مع الموقف حقيقة بشكل عام ونحن على أجواء انتخابات وكان قبل يوم 25 مظاهرات كان قد استشهد فيها أحد المدنيين يعني هذه العملية لا تحتاج إلى خلق وإضافة أزمات جديدة في الساحة العراقية الآن ردت الفعل الحجد الشعبي هو لا يزال يأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لكنه بذات الوقت هو جهة مقومة إذا ما صدر خللا واضحا يراد الانتهاك به إلى وطنية هؤلاء وإلى وحدة العراق من قبل الحكومة العراقية ومن قبل الكاظمي أو أي جهة كانت أما أن تصل الأمور إلى خلافات ما بين الحكومة والحشد أنا لا أتصور أنه سوف تكون هناك مصادمة أو عملية إشكال بالوجه الواضح لكن لربما الأمور فيها شيء من الزعل فيها شيء من العتب قد تكون وقد تصفى في الأيام القليلة القادمة جدا ولكن لم تذكر شيئا عن الاتهامات المتعلقة بقتل ناشطين والمنسوبة لقاسم مصلح سيد واء الركابي ااتهامات كيدية سيد فضيل خلينا نشوف مع السيد باسل حسين يدل بدلوه في هذه القضية هل تراها حقيقة اتهامات كيدية سيد باسل حسين دعا مساء الخير سيدتي ولضيفك والمشاهدكم الكرام بدءا أود أن ألفت أخي ضيف أن ما تفضل به أمر غريب جدا يبدو أنه لم يطلع إلى قانون محاكمات جزائية العسكرية المادة 19 التي يتيح للضبط المدني أن يلقى القبض على أي عسكري بغض النظر عن رتبته خلي ارجع للمادة 19 التي عدلت عام 2011 يبدو أنه لم تطلع عليها المسألة الأخرى تم تعديلها في عام 2016 لا هو هذا القانون المحاكمات الجزائية 19 النافذ لغاية الآن أرجع إليه وشوفه طيب في الأمر الثاني أنه مسألة وجود أمريكيين والآخري هذه إشاعة لا وجود لها إلا في المخيال السياسي وتم تمريرها هذه مجرد حقيقة كذبة كيف وصلت أنهم الأمريكان حققوا معاوي لآخره طبعا نوع من المخيال السياسي وإثارة الشارع ثم هل رأيتي جنود أو أفراد تابعين لقائد عام القوات المسلحة يخرجون عليه بمظاهر مسلحة ماذا نسميها؟ هذا وفق القانون العراقي والقانون العسكري هذا عملية تمرد ينبغي القائد القبض عليهم جميعا لو كان في قانون في دولة ما وجود في دولة محترمة أنه أفراد من العسكري يخرجون مظاهرة مسلحة ضد القائد العام ضد قائدهم أين صار هذه؟ ثانيا عملية القبض عادية تحدث إلى أي منتسف يعني الكل فوق القانون يفترض إذا كان الكل فوق القانون لماذا هذه الحسسية المفرطة توجاه اعتقال قاسم مصلح سيد وأل الركابي أن هذا الأمر يحدث وبالنظر أيضا لردة الفعل التي وصفها السيد باسل حسين أنه أقل ما يقال عنها بأنها تمرد ما رأيك؟ سيدة الكريمة أولا السيد قاسم مصلح هو أحد قادة الحجد الشعبي وله من التاريخ الطويل في أجهاد وفي عملية المحافظة على عدم دخول كثير من الإرهابيين إلى بادية الجزيرة في كربلاء والنجف وهو من الرافضين في الفترة الأخيرة قبل أيام قليلة من إدخال الأمريكان إلى عوائل إرهابية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية وبالتالي هو شخصية معروفة على الصعيد القيادي وهو من أهالي كربلاء وهو أيضا حتى يحمد بأخلاقه ويحمد بسلوكه من أهالي الأنبار تما أغلبهم وبالتالي هذا الاستهداف لهكذا شخصية هي فيها عملية استهداف للحجد الشعبي بأكملة اليوم الحجد الشعبي يعتقد بل يتزم وأنا أتزم معهم أنه يخضع إلى رغبة يعني لربما كلمة مؤامرة تستفز البعض كلمة رغبة أمريكية بإبعاد الحشد عن الساحة السياسية والساحة الأمنية في العراق واحدة من هذه الأساليب هو أن يتم استفزازهم عسى ولعل أن يبدأ معهم التصعيد في المواجهة مع القوة الأمنية العراقية بمختلف صنوفها عندما دخلوا المنطقة الخضراء لم يحدثوا تمردا ولم يقفوا بوجه القائد العام للقوات المسلحة ولكنهم كانوا مسلحين يا سيد واء الركابي على الجهة التي اعتقلته يعني هكذا أي جهة أخرى أي جهة أخرى سيد واء الركابي يرفعوا ورود يعني مفروض لا يرفعوا سلاح يعني مثل ما تحدث المظاهرات في جميع أنحاء العالم يا سيد واء الركابي في هذه الحالة أي جهة أخرى تستطيع فعل الأمر ذاته وتتحدى القوى الأمنية سيد فضيلة لا 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 إطلاقا سيد فضيلة أولا هم لم يجولوا بشوارع بغداد بجهات مسلحة يقصدون من خلالها المظاهرات إطلاقا إنما دخلوا المنطقة الخضراء من خلال الضغط على الأطراف السياسية التي اعتقلتهم لا سيما الشخص أبرغيف الذي هو مسؤول عن عملية الاعتقال بعد أن وصلهم الخبر بخصوص الأمريكان ضيفك ينفي هذا الخبر بينما رويترز من يوم أمس إلى الآن والبي بي سي ينقلون هذه الأخبار بشكل واضح ويقولون أن هناك قوة أمريكية مع القوات العراقية التي اختطفت أو اعتقلت المصلح إذن اليوم هذه المجموعة لم تنوي التمرد بقدر ما أنها جاءت بعدتها وبذخيرتها علينا أن لا ننسى أن الهيئة الحشد هي داخل المنطقة الخضراء ولديها آليات ولديها منتسبين لديهم أسلحة ولديهم كثير من شأنهم شأن جهاز مكافحة الإرخاب وغيرها. فبالتالي لم تكن مظاهر مشلحة في الشارع بقدر ما هي داخل المنطقة الخضراء سيد باسل حسين هل هناك استهداف متعمد للحشد الشعبي؟ لا ليست مسألة استهداف مسلحة حتى بيان خلية الإعلام الحربي قالت بهذا شخص متهم برضايا وفقه مادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب مثل أي شخص آخر إذا تم القاع على شخص مهما كانت رتبته ويطلع فصيل مسلحة حتى يفرض على الدولة إطلاق سراحة هذه نحن في دولة عصابات حقيقة وليست في دولة تقع تحت ظل القانون طالما كانت هناك مذكرة وهناك قانون ينبغي أن تنظي الإجراءات وفق القانون لدينا سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية حينما تأتي لا دولة ما ممكن أن تجتمع عن نقيضان معا ولا أن يرتفعان معا هذا نقيضان مثل وجود العدم دولة ولا دولة ما تصير في التاريخ حينما نسمع عناصر لا دولة بالتمادي سيصل لدينا نفس النموذج اليمني حينما سيطر الحوثيين نفس النموذج اللبناني حينما سيطر حزب الله يعني بالأخير وين وصلت لبنان وين وصلت اليمن نحن المفروض هناك قانون تم ضبط القضائي وفق المادة 19 ما تطلع قوات على قائدها يعني هذه فضيحة والله لا يمكن أن نسمع إلا بفضيحة وأن هناك اللا دولة هي التي سيطر على الدولة مثل ما قلتك هل ممكن أن هناك أفراد يتعاركون مع قائدهم هذه مهزلة يعني حقيقة بكل معنى الكلمة مهزلة لا يمكن القبول بها وأنا ألوم الحقيقة السلطة والحكومة حينما تتخذ نصف قرار نصف قرار سيؤدي بالدولة للتهلكة يعني حينما تتخذ حتى في علم الإدارة ميصر تتخذ نصف قرار ينبغي أن تمضي بالقرار إلى النهاية حينما تتخذ القرار أنت قارير للأمام برأيك تم ترهيبها؟ هل تم ترهيب السلطات السياسية والقضائية؟ هناك غطاء سياسي لأفعال هذه الميليشيات هذا غطاء سياسي القوى السياسية متواطئة وطالما هناك هذا التواطئ أمام هذه الفوضى لا يمكن أن يحقق الدولة بمعنى أنه لا الوضع العسكري هناك قبول بالقرارات العلياة وأيضا هناك ضغط سياسي لأننا تعرفين انتخابات وغير انتخابات ودائما في المزايدة السياسية وأيضا هذا الغطاء التواطئ السياسي هو الذي يمهد هذه القوى المنفلتة بأن مشكلتها أنه تأخذ من موارد الدولة وتنقلب على الدولة لا تلتزم بقرار الدولة اسمح لي أذهب مرة أخرى لسيد الركابي فيما يتعلق بالحشد الشعبي كانت فيه هناك نداءات منذ فترة لإصلاح هذه المؤسسة الأمنية وإخضاع قيادات الحشد الشعبي للمسألة ما رأيناه باعتقال قاسم مصلح كان يمكن اعتباره ضمن إصلاح ربما هذه الهيئة لماذا هذا الرفض لما قامت به القوات الأمنية سيد واء الركابي خصوصا وأنه اعتقل وفق المادة الرابعة من قانون الإرهاب وكانت على الرجل عدة شكاوة هذا صحيح إذا كانت الشكاوة موجهة من قبل أطراف لديها أدلة وقد خضعت إلى قضاء وتم إثباتها نعم من حق الدولة أن تعاقب أيا كان ونحن عندما نقول أننا ضد عملية هذا نمط الإسلوب في الاعتقال هذا لا يعني أننا ضد عملية إصلاحها لدى الحشد الشعبي في أمن الحشد الشعبي مجموعة كانوا محسوبين على قيادات الحشد الشعبي ولا يزالون لحد هذه اللحظة في سجون الحشد الشعبي كما هو أيضا لدى المؤسسة الأمنية الأخرى في الدفاع والداخلية وغيرها من وجود بعض المنتسبين سواء كانوا ضباط أو مراتب عليهم إشكاليات كثيرة يعتقلون داخل السجون ويتقدمون إلى القضاء والمحاكم الحشد الشعبي سيدة العزيزة يعني بالطريقة التي خرج بها أنصار الحشد الشعبي للتظاهر بالسلاح في المنطقة الخضراء ألا يرسلون برسالة بأن أي عنصر من عناصر الحشد هو فوق القانون هو بعيد عن كل شبهات هو بعيد عن المساءلة لا يجوز القاء القبض عليه أليست كلها رسائل تدل بأن الحشد لا يخضع لقوانين الدولة لا لا ليست هذه الرشائل الرشائل التي أرادوا إرشالها هو أنه لا لحكومة الطوارئ المعتقد أو المتوقع إعلانها لا لتأجيل الانتخابات من خلال إثارة أزمات سياسية من قبل الحكومة وحكومة الكاظمي لا للتصور بأن التقوي بأطراف خارجية أمريكية كانت أو غيرها أنك تستطيع أن تقضي على هذه المنظومة وأنك من خلال هذه الاعتقالات الأحادية التي لربما تصل مستقبلا إلى عملية انتهاك واستهداف كبير إلى رموز وقادة الحشد وأبناء الحشد على كل الأصعدة هذه الرسالة التي أرادوا أن يوصلوها لا الكاظمي ولا هذه الحكومة ولا أي جهة قادرة على أن تلعب بمزاجها في الشأن العراقي بوجود شيء اسمه حجد شعبي الحجد الشعبي أعطى دماء وهو الجهة التي تحافظ على وحدة العراق هذا لا يعني أننا نتمرد على الإرادة الحكومية بقدر ما أننا نريد أن نحترم من قبل هذا القائد العام للقوات المسلحة ضيفك يسميهم ميليشيات وتارة يسميهم كيف يخرجوا على إطاعة قائدهم العام للقوات المسلحة طيب إذا كانوا هم ميليشيات فوالله معذورين من حقهم أن يخرجون على أين كان أما إذا كانوا هم تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة يستعين بأمريكي يعني أنت المشكلة ربما هي الاستعانة بالأمريكي سيد وقل الركابي لو كانت قوة عراقية خالصة لما حدثت هذه التظاهرات طبعا هذه طيب سيد باس الحسين يعني يعني يكون أهوان لو كانت القوة العراقية طبيعية لكن أمريكان صعبة جدا يعني فيها رسالة أعمق سيد باس الحسين مصير التحقيقات المتعلقة باغتيال ناشطين عراقيين برأيك هل ستصل إلى نهايتها في ظل هذا الجوء المشحون يعني من الترهيب بالسلاح من قبل الحجد الشعبي لا بد أن أقول هناك خرافة يتم تداولها وكثيرا في الفترة الأخيرة السياسية حول حكومة الطوارئ حكومة الطوارئ لا وجود لها أيضا هذا أيضا بخلال سياسي يتم تداولها بدون أي أرضية لا أرضية قانونية لا وجود في الدستور يعني الفقط في المادة الستين الدعاش الفقرة الدعاش حول أنه إعلان حالة طوارئ خلال 30 يوم ويتم حقيقة التجديد له كل شهر من قبل مجلس النواب لا يوجد في شيء اسم حكومة الطوارئ أتحدى وبيضمنهم الأستاذ الركابي أن يقدم لي نص دستوري أنه يقول له في شيء اسم حكومة الطوارئ لا توجد فيها فقط إعلان حكومة ما في هذا الكلام يا سيد الركابي يا عيني غير هذه النقطة واضحة سيد حسين ماذا عن السؤالي طرحته بشأن مصير التحقيق مصير التحقيق المشكلة أنه التحقيق لا يجري ببيئة طبيعية يعني أنه محققين للآخر وأنا أكدت لك تم القاء القبض على قاسم مصلحة هما لا أمريكان ولا آخر عراقيين قلت لك استنقوا إلى الضبط القضائي وفق المادة الساعة عشر محاكم الجزائي العسكرية لا أمريكان ولا غير أمريكان ولا رويتر كتبت على هذا الأمر رويتر كتبت عن شيء آخر حقيقة عن عملية استهداف للقواعد العين الأسد أما أنه أمريكي أشرف وإلى آخر لا أوجود لا أعرف مين جابه لأنه أنا متابع والحمد لله المسألة الأخرى سابعة هو لك إن شاء الله عز وجل والله أكون ممنون المسألة المهمة الثانية هو عملية التحقيق التحقيق أنه ينبغي أن تغضع لإجراءات الدولة بمعنى أنه موعد نحن كل واحد عند ميليشيا ويقول ليش تسميه ميليشيا ميليشيا لأنه هذا تصرف ما يمكنه تصرف دولة هذا تصرف ميليشاوي صحيح من حيث الشكل تابعة للقادة عن قوات مسلحة بس أنت شايف قادة عن قوات مسلحة ينقلبون عليها إلا هذا تصرف ميليشاوي لا يمكن إلا تصرف ميليشاوي شكرا شكرا جزيلا لك باس الحسين الباحث والكاتب السياسي من عمان أشكر أيضا الباحث السياسي والكاتب والاركاب من بغداد شكرا جزيلا لكم